على وقع ألم الفراق يغفو ويصح أهالي الموصل حزنا على عدم معرفة مصير أبنائهم المفقودين والمغيبين منذ أعوام هذا الحزن لم يفارقه الأمل بإيجادهم وينظمون لأجله وقفات للمطالبة بالكشف عن مصيرهم حيث تلوح إشارات عن وجودهم أحياء في بعض المقاطع المسربة من السجون أخذوهم إلى المسجفة الجمهوري وبقوا بيه فترة بسهم أطلقوا صلاحهم وقسم بقوا القوات الأمنية حررت أعداد منهم على مرأة الناس ونحن شفناهم من تحرر ولدنا وراحوا البغداد وضعوا البغداد ولدنا راحوا وضعوا ما خليت لا مطار التاج ولا المثنى ولا مطار بغداد ولا ملعب الشعب ولا المركزية ولا محكمة العدل لا أخلي على الجانب الآخر لا يزال حديث الحكومة عن إعلان مصير المفقودين أو تقديم تعويضات لعوائلهم مجرد تصريحات إعلامية غرقت بالإهمال والروتين والفساد الحكومي الولد وينه إذا هو ما أخذ الولد على أساس ما أخذ الولد زين هو من أخذ الولد وجاء سأل عليه بالمنطقة وعرف أنه لا داعش ولا منتمي ولا ماشي معاه وينه لا هو ميت قول زدفناه الله يرحمه يرحم الموتين ولا هو طيب إحنا نريده هاي سبع سنوات عجل يعني معاملة مال شهيد ما تكمل تروح المعاملة على بغداد تناملها كل كتاب وتوقيع ينامله سنة ثمنتشور على ما يتوقع وهذه الساعة أنا معاملتي بغداد واقفة بس أنا على أمر بالاستشهاد وهاي راح يصبح بشهر العاشر صارنا ثمن سنوات ويبقى الكشف عن مصير المفقودين أحد المطالب الأساسية ليس في الموصل وحدها بل في العديد من المحافظات التي توصف بالمنكوبة بسبب الدمار الذي أهملت إعادة إعماره الحكومة وأهملت معه نكبات أخرى إنسانية لا تزال تطالب بالعدالة لا أكثر ترجمة نانسي قنقر